مجمع الدكتور حسن مصطفى والمؤتمر الصحفي لما بعد المباراة بيحضروا من عندنا مستر أجوستي بوش وعمر طارق فإلى هناك فكل خلاط ما نقضي عالوها техريينين يعقون تخسمّون الخاص بس وشكل مقاطع المفوجين و قديمون marca اللهم فهمة مقاطع لا Dave� balancing بالنسبة انه ملسائل ثم اللهم ثم فيطاقع نقطع صاحح لتعرفين نفادرِ على المخالط هذه الجانبية. نحن هم سنفادرًا لكن لم نحن نفادر امريضًا. لكن في العام قراءة الأخيرة لاحظت لنحن نفادر من جديدًا جدًا نفادرًا من جديد والنات وقد كنا نصل إلى التقيت. فقط في التفاصيل الصغيرة التي قدروا يتحكم فيها مثل الريباوندات خلال المباراة طبعاً كنا نعاني قليلاً كعقلية في المباراة من الناحية الدفاعية كنا جايدين على الناحية الهجومية لكن كنا محتاجين أن نتحسن شوية دفاعياً وقدرنا نتحكم في المباراة في الآخر دفاعياً وننفوز بالمباراة كما قلت كما قلت، إنها قائمة جداً جداً وقدروا في التنسية لم يقع في تحقيق السثرة ونا نعرف أن كل يوم هنا سيئاً سيئاً لا شيء سيئاً لذلك فجأنا لن أن نعرف كيفية كل يوم ويجب أن نضع أسفل مقاومة وهذا ما يأخذ في هذه المنزل يجب أن نتعلم مع أكثر محاولة ومقاومة هذه الأشياء مقاومة هي ما يهم في المنزل وهذا المطلوب مننا في كل مباراة نعرف أننا كل مباراة ستكون أصعب من قبلها وهذا المطلوب في هذا المستوى من البطولة أننا نلعب بأفضل شكل لنا خلال كل مباراة بأعلى قبلية لنا في المباريات كلها وهذا في الأخير سيكسبنا المباريات إن شاء الله حسنا السؤال ألف مبروك على فوز ثانيا في الفترة الثالثة ورابعة شو الثانية تحديدا شفنا إن الفريق بانجي اعتمد على السرعات فإزاي كوتش قدر إن هو يحجم إن الفريق بيلعب بارتد سريع جدا بيغطف الكرة وبرجع بسرع وده كان مسبب بعض المشاكل الفريق الأهلي في الناحية الدفعية فقدرت إزاي تتعامل مع الأسلوب ده في الفترة رابعة تحديدا بانجي 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 إن دائما كانت منتخبت الامجي بانجيين بانجي بانجي بانجيب ليشعر في tengي ترهوات المشاكل وكامي بانجي 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 Reid случаابتما هو السلام في التفيدي وكام DIنار نقول وتشوتر ويقوموا بإمكانهم 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 نحن نحسن النقطة في الشوت الرابع وهم عندهم مساعدين جيدين جداً ويسببوا خطور الآيفارين نانسون اسP in Africa coach looking at the stats here it makes perfect sense that you you rotated the team gave gave everyone a bit of minutes you're one of the busiest teams in this competition I'm still surprised though to see nobody hitting 15 points nobody hitting 10 rebounds but obviously you did what you needed to do as a team سيكون تتريباً جدداً بديه إذا سنبقات يستمين ماركاً بمشاركة هناك قدما تعليقاً بديه أفضل لاحقاً بأن العضر من يجراء يتبعي يمكننا القوة. نحن لدينا نحن لعملنة كمعبتنا. ومن هل يتركوا فيجوة من المتابعين يمكننا الجميع فرقوة منها ويجب منهم. نحن لدينا نحن للحديث يطالع الفئات صغررية فكلة نموى الماضية من الأنما يمكننا كثير المعبرة لنسبة ميناتناك في اليوم لنهاي كمعبتنا بالجميع من قمناتنا بالجميع يجب أن يجب أعطيك للمستفعي. وفي الأن، يجب أن يجب أن يحصل على المعارضة على التعامل من المعارضة في المعارضة. هذا هو مفيدا في المساعدة. إنه لذلك أيضاً لذلك للمساعدة ومعنا نفسك ومعنا نفسك. لدينا جيدة روزة أجل أعلى يمكن أن يكون لدينا روزة في أي مجمع. لذا أرى أن أشبت من الأجلسي وقد تنحل أن يستخدمه بط elétر لفعوبة هذا كل شيء السؤال للكوتش لو بصنا إحصائياً على المباراة ما فيش فريقي ممكن يكون بيمارس المدورة بين اللعيبة أكثر من فريق الأهلي لكن في الوقت ما شايفين أن في أي لعيب تخطى الخمستاشر نقطة أو الخمستاشر ارتدادة هل شايف أن في لعيب في الأهلي يقدر إنه يستفيد من إنه يجيب أكثر من 20 أو 25 نقطة في المباراة وهل شايف إن عدم وجود لعيب زي كده دلوقتي ممكن يأثر على الفريق مستقبلا كوتش راد قال إن إحنا كفريق في الأهلي بنلعب كفريق ما بنلعبش بشكل فردي وطبعا القادة بتوع الفريق الموجودين في الفريق اللي ممكن يأخذوا الخطوة الأولى إنهم يسجلوا إنهم يقودوا الفريق خلال المباراة لكن في الآخر إحنا لو بصينا إحصائيا دلوقتي كيدائي مقارنة بمباراة الأهلي بنغازي هي نفس الحاجة بنحاول ندي الفرصة للعيبة كلها إنها تلعب ونداول ما بين اللعيبة عشان كله يلعب في المباراة وفي الآخر هي ابتقى على عاطقي أنا إن أنا اللي اختار اللعيبة اللي أنا شايف إنها تبقى الأفضل في الأوقات الحاسمة وفي الآخر ده الإسلوب بتاعي في التدريب والفضل في إن أنا قادر أدور ما بين اللعيبة كده يرجع لطبيعة النادي الأهلي في وجود اللعيبة اللي موجودة فيه إن هي تقدر تساعدني إن أنا أخليهم كلهم يأخذوا فرصتهم وينزلوا الملعب من غير ما يبقى في فرق في الأداء اشتركوا في القناة شكرا